اشتركوا في القناة 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 إذن رغم هذا الصغر في المساحة عملت سديعتمان المولارشيد لكن تواجد الأحياء الصناعية فيها والخدماتية وتواجد الوحدات الإنتاجية يجعل سديعتمان مضخة التروة في المغرب الذي يجعل سديعتمان المولارشيد يساهم بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام مدين المغرب لا يوجد مدون على أضعاف المضاعفة المساحة سديعتمان والأضعاف المضاعفة السكان سديعتمان لا تساهم بهذا القسط هذا على المستوى الوطني أما على المستوى المحلي العملة الضربة يحصرتها كان وزير ويحصرتها كان نائب رئيس مجلس النواب ويأسفها كان برناماني عدة مرات ويأسفها مرات أخرى هذا كان مدير عام دي الحزب إذن هذه الصيفات يفترض أن يكون إنسان شعر بمخه ورجله في الغيس وفاهم المدينة وفاهم المصارى دياله لكن بان بأن العملة الضربة لا تصير ولا تدبير ديال مدينة الضربة والحجاة نعطيها الميزانية الضربة لتتعدى تقريباً 250 مليار ديالسانتين في العام ولكن لدنا العناطومي ديال هاد الميزانية تلقى بأن 80% من هاد المواريد ما تجيناش من المجهودات ديال البلدية الضربة 80% كتجين من الضرائب المحولة من الدولة في شخص واحد ربعا ديالشاب بيتر اللولا لطاكس يربان والثانية لطاكس زي ديالتي والثالثة لطاكس بروفيسيونيل وتبطرف الرابع من تيفيا إذن هاد القرولو ديال الفلوغز ديال الضربدة ما تجيناش من المجهود ديال المنتقبين تجين من التحويلات لكتدير هاد الدولة لما ديال الضربدة إذن شحال بقى في الإمرة ديال العمدة ديال الضربدة التي يفترد أن يكون الصاهر الأمين على تنمية مواردها الداتية هي 20% وهذه 20% موزهة على 37 رسم وضريبة محلية ولكن هاد 37 رسم وضريبة محلية مني قلنا المساحة ديال الضربدة ربعين هيكتار رأى الفلوز ديال الضربدة التولوت ديالها تجين منين كيجين يا أسفاه كيجين من سيدي عثمان مولا يا رشيد لماذا؟ وهذه الوطائق هاد يخذناها من المحضرات الميزانية للمدينة الضربدة سوق الجملة فين كانت في سيدي عثمان؟ ما هيكتار في العام؟ 15 مليار ديال السنتيم سوق الحوت فين كانت في سيدي عثمان؟ ما هيكتار في العام للمدينة الضربدة؟ تقريبا مليار العام ليفتر يعني 900 مليون ديال السنتيم تل مليار على حسب السخاء ديال المكتب الوطني للصيد البحري ثم المجالات هيكتار فيها 5 مليار إذا جمعنا هاد ليطروها شابيتر تنطيحه في 21 مليار ديال السنتيم اللي كتعطيها للمنطقة ديال السيدي عثمان المولا يا رشيد الميزانية العامة ديال المدينة الضربدة أي ما يمثل 30 فنمية تقريبا من الموارد الداتية ديال المدينة والفضيع هو أن السكان ديال السيدي عثمان للعدد ديالهم تقريبا بجوج المقاطعة ديال المولا يا رشيد السيدي عثمان 465 ألف يعني هما كسكان تعطيه تقريبا 870 درهم في العام للمدينة ولكن المدينة بالمقابل المنحة التي تحولها للسيدي عثمان لا تتعدى جوج المليار لكل مقاطعة يعني ربعة المليار منك القسمان على السكان يعني تعطيني 43 درهم في العام لكل مواطن يعني منك القسمان في النهار مين بج دريال لكل مواطن كيف أنني أنا كان أعطيه في العام تقريبا 1000 درهم في السنق وانتكت تعطيني جوج دريال في العام هنا سؤال أكبر انتك العمدة بدل أنك تسخر الفياليق ديالك ولكوماندوهات ديالك وتسخر الموارد الرمزية والدستورية والقانونية اللي اعطالك المشريع باش تحرش وتسطو على مركب رياضي كان عليك أن تسخر هذه الموارد الدستورية والقانونية والرمزية لتلمية لمنطقة ديال سيدي اعتمان كيف يعقل أن هذه العاملة ديال سيدي اعتمان لهز الخازينة العامة بـ 4% من الناديج الضاقل الغام وهز الميزانية تضربتها بـ 30% وبدل أن تجي وتهز المينة الفات ديالك وتديرها بتحت إرض ديالك وتمشي تقاتل مع رئيس الحكومة اللي هو من الحزب ديالك وهنا قد نفتح واحد القوس لم يحدث قط في مدينة الضربدة كانت محظوظة بمثلي ما هي محظوظة الآن رئيس المقاطعة ديال موليارشيد من حزب P.Gd رئيس المقاطعة ديال سيدي اعتمان من P.GD البرلمانين للمنطقة من P.GD البرلمان ليس ديال الدربدة من P.GD البرلمان ليس يشرح في المغرب من P.GD والحكومة من P.GD إذاً، لم تكن سيد مبرر اللي عندك أنت كعمدة لكي تقول بأن الميل في ديال السكان في المنطقة ديال سيدي اعتمان معرقل ما عندك الشيح تقول بأن المحاور الطرقية المهيكية في المنطقة وكأنه يرسك جملة بوحده في النهار قد تدخل لي 20 ألف من المواطنين البطور بوحده قد تدخل لي 20 ألف من المواطنين من المغرب كامل تدخل لي 40 ألف من المواطنين يعني حتى تتكب على سيدي إعتمان بالكامية و بالطلوبات و المشكلة التي تتخلق على مسسير في المنطقة سيدي إعتمان المشريع أو المخطط الحضاري انتبه على هذه المخاطر و قد تحدث إلى الوحد الآن لم تنفد هذه الطريقة وهي من المسؤوليتك أنت كعمدة والمسؤولية للوزير ديالك هو أيضا ديالجهيز لمدرشي الدف في الملف هالمشاريع الحقيقية اللي خاصتك تقاتل عليها كعمدة هالمشاريع الحقيقية اللي خاصتك تبين فيها حنة يدك وهالمشاريع الحقيقية اللي خاصتك كان ديالسيدي عثمان مولاني رشيد يحسوا بأنهم رهم غربة وربي أن العائد للتروة التي ينتجونها في المنطقة ديالهم تترجع لهم لكن للأسف شديد يعني ضربتي السماء مسحتي السماء بليغة ودستع للحقوق ديال منطقة ديالسيدي عثمان وخليتي الناس ديال مولاني رشيد ديالسيدي عثماني يعيشون في ظروف ديال الدل وظروف ديال العار ومشيتي باش تستطع لذلك المركب الرئي ديالسيدي عثمان حقا علاش وهذا هو الجواب وهذا هو السبب الحقيقي لأن الانتخابات قربت وبأن هذك المركب خاصتنا نحوله إلى كما قلنا في الفيديو السابق إلى واحد الموريد من الموارد ديال إنعاش لقل على الانتخابية ديالحزب البيجيدي في المنطقة ديالسيدي عثمان ومولاني رشيد ترجمة نانسي قنقر